اكيد من ضمن الاستعدادات او من ضمن الجزء الفني الخططي هو بعض الامور اللي ميستر فاير شايف ان هي تنقص هذه المجموعة او مش تنقص نادل اقلي محتاج انه هو يزودها الفترة اللي جاية وهي التصويب على المرمى علشان كده خصص فقرة كاملة للتصويب على المرمى علشان يزود من عملية التصويب اثناء اللقاءات وانتوا عارفين حضراتكم انه هو حل من ضمن الحلول السحرية بالنسبة لعب كرة القدم ممكن تكون مباراة مقفولة وشوفنا الموسم الماضي ان عندك اكثر من مباراة كان فيها تكاتل دفاعي كان فيها صلابة دفاعية من الفرق المنافسة والمباراة انتهت بتصويبة بتزديدة من رقلة سابتة وبالتالي كل العوامل اللي بقول لحضراتكم عليها الفنية والخططية اللي ميستر فايلر بيتكلم او بينفزها جوه الملعب اعتقد ان اللعبة لها لكلهم بيكونوا محتاجينها محدش ابدا كبير على التصحيح او محدش كبير دايما على الكلام او محدش كبير على انه لو فيه امر سلبي يتجاوزه ويعرفه علشان ما يقرروش مرة تانية هو ده البطل وهو ده النجم اللي دايما يراجع اموره السلبية ويشتغل عليها علشان تتلاشى وتكون بنسبة 99% كلها امور ايجابية المجموعة طبعا اللي مشاركتش في التمرين واللي مشاركتش في باقي الاجزاء اللي خاصة بالملعب اللي ميستر فايلر كان بيقود فيها التمرين المجموعة اللي شاركت امبالح في المباراة بالكامل وبالتالي المجموعة دي كانت مع ميستر توماس بنيكل مخطط الاحمال نزل بيهم بالحملة طبعا وعملوهم كده ميران استشفائي بسيط علشان يخرجوا كل الاجهاد وتعب اللي مروا بيه من مباراة امبالح مباراة كان فيها جاري كتير كان فيها جزء بدن كبير اللعيبة يعني كانت حريصة نهاية الدقيقة وبالتالي اللعيبة مشاركتش النهاردة في الميران الاساسي واكتفت فقط بالفقرة الخاصة مع ميستر توماس بنيكل اللي كان حريص على انه يقود المجموعة للعبة في المباراة لتمرين خفيف علشان زي ما قلت لحضاراتكم يكون جزء استشفائي جزء اللعيبة تتخلى فيه عن كل الارهاق البدني واكيد يكون فيه ساونة وجاكوزي والكلام اللي دايما بيكون مهم ليه لعبين كرة القدم الخبر اللي اكيد اسعد كل الاهلوية والخبر اللي اكيد مهم جدا بالنسبة لنا ان لعبتنا تتعافى من الاصابات اللي موجودة واللي دايما بتضرب الفريق مباراة تلوة الاخرى اللهم لا حسد ويحفظ لعيبة الاهل كلها من اي اصابات علي معلول بينتظم في ميران اليوم بعد تعافيه من الاصابة علي معلول كانت زي ما حضرتكم عارفين في مباراة النجم الساحلي حصلت له اصابة في العضل الضمة والعضل الضمة من ارخم واصعب العضل في الجسم اللي ممكن يتصاب او يحصل له شد عضل الوفيعة جدا جدا وتتحكم في كل شيء تتحكم في الجاري تتحكم في التصويب تتحكم في التمريرات كل شيء خاص ببعايبة كرة القدم عضلة الضمة بتتحكم فيه عشان كده لما اللاعب يتصاب بهذه الإصابة بيكون محتاج راحة وعلاج مصبوط 100% وعدم الاستعجال علشان يكون جاهز مرة تانية أنه يرجع الملعب والإصابة ما ترجعلوش مرة تانية علشان كده علي معلول تعافى تماما منه الإصابة وبالتالي شارك علي في مران الفريق بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق التمرين تحت إشراف الدكتور خالد محمود والتأكد بشكل نهائي أن الإصابة تم التعافي منها تماما وعدم وجود آية ألام في موضع الإصابة اللي اشتكى منها الكابتن علي معلول أيضا من ضمن الأخبار اللي بقول لحضراتكم صارة هي أخبار الإصابات والعيبة اللي بتعود منها الإصابات علي لطفي بينضم إلى علي معلول إلى العودة إلى تدريبات مجددا بعد تعافية من ألام العضلة الخلفية حصلوا بعض الإجهاد علي لطفي وبالتالي كان مش موجود الأيام الأخيرة مع الفريق واكتفى فقط بالعلاج والتأهيل علشان يعود مرة أخرى علي لطفي مع حراس المرمى مع محمد الشرناوي وشريف إكرامي علشان يقود تدريبات اليوم هو الكابتن الشريف والحراس الشباب اللي موجودين في استعداد الناد الأهلي لمواجد الحرس إن شاء الله يوم الحد المقبل في بطولة الدوري العام الإصابات زي ما بقول لحضراتكم زي ما فيها شيء إيجابي فيها شيء سلبي شيء سلبي إن صلاح محسن للأسف غادر مران اليوم بسبب كدمة في القدم صلاح محسن نجم الناد الأهلي ونجم المنتخب الأولمبي وبطل كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الأخيرة يعني ما قدرش إن هو يكمل التمرين وغادر بعد ما أصيب كدمة في القدم خلال مشاركته في التأسيمة لأجراها مستر روني فايلر المدير الفني للفريق للمجموعة اللي مشاركتش فيه تمرين في مباراة أمس زي ما قلت لحضراتكم صلاح غادر قبل نهاية التمرين وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود وإن شاء الله يتم الوقوف وتحديد مدى وصعوبة الإصابة والكدمة اللي لحقت بنجمنا ونجم منتخب مصر صلاح محسن الأهلي بكرة إن شاء الله هيؤدي تدريباته الصباحية بقى يوم السبت إن شاء الله الأهلي أيضا هي يعني آخر تدريباته قبل انطلاق المعسكر واستعداد لمباراة حرس الحدود اللي يكون يوم الحد إن شاء الله مباراة مهمة مباراة زي ما حضراتكم شايفين ما فيش وقت ما بين مباراة دجلة ومباراة الحرس وكمان مباراة أفريقيا كل اللقاءات الأهلي اللي جاية هيكون فيها ضغط المباريات هيكون فيها ضغط في أفريقيا وضغط في الدورية وبالتالي كل اللعيبة عارفة دورها كويس جدا إن كل اللعيبة هيكون الأهلي محتاجة الفترة اللي جاي لازم الكل يركز لازم الكل يكون عارف إن في أي لحظة هيكون موجود في الملعب واللحظة دي بيكون مهمة لأي لعب إنه لو مش مستعد لقدر الله ما تبقى شيء سلبي لكن لو مستعده على أتم استعداد أعتقد أنه هو هيكون هيؤدي بشكل رائع جدا وليه لأ ممكن يحجز المكان الأساسي لكن مع مستر رونيل فالر زي ما حضراتكم شايفين دايماً بيكون فيه روتايشن دايماً بيكون فيه تدوير بين اللعيبة بينها وبين بعض علشان كده اللعيبة كلها تاخد فرص محدش مش هياخد فرص الكويس دايماً بيفد نفسه على أي حد واللي دايماً بعيد هيلعب وهيتمرن وهيموت نفسه علشان يكون موجود في الملعب التنافس هو تنافس شريف والتنافس هو تنافس جميل بين مجموعة بتحب بعضها بين مجموعة هدفها الأول هو مصلحة النادي الأهلي مصلحة النادي الأهلي في المكسب في تحقيل بطلات في تحقيل انتصارات في وضع النادي الأهلي في المكانة العالمية والأفريقية والمحلية الذي يطليق به علشان كده كل من هو ينتمي للنادي الأهلي الهدف الأسنى والهدف الأكبر بالنسبة له هو الكيان الكيان اللي دايماً بيكون أهم من الأشخاص واللي ده شعار النادي الأهلي في أي لعبة في أي مجال في أي مرحلة شكرا